في أجواء من البهجة والسرور انطلق العام الدراسي الجديد في ظل وباء الكورونا حيث وصل عشرات آلاف التلاميذ إلى رياض الأطفال والبساتين والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في كافة أنحاء النقاب نصفهم تقريبا بالسفريات كونهم يسكنون في قرى مسلوبة الأطراف 19-2020 نحن اليوم سنة جديدة الحمد لله بنشوف حركة السير حركة الأولاد الأولاد مبسطين الأولاد ودهم يرجعوا على المدارس الأولاد بهمهم يتعلموا ولازم يتعلموا وأولاد خسروا مادة كثيرة خسروا وقت كثير نحن اليوم في واحد تسعة وسنة جديدة من السنة الدراسية نسأل الله أن السنة هذه إن شاء الله تكون سنة موفقة لطلابنا طلاب كسيف وطلاب كل الداخل الفلسطيني نتمنى لهم إن شاء الله سنة بدون هذا الوباء اللي مررنا فيه من السنة الفاتتة والسنة اللي قبلها الأولاد ما تعلموا خسروا كثير مادات ويجرى التعليم الوجاهي في معظم الصفوف والمدارس طبقا لأنظمة الشارة الخضراء حيث سيعتبر متلقوة جرعة الأولى خلال الشهر الأول من الدراسة مطعمين فيما ستبذل مساعي لرفع نسبة التطعيم لدى باقي التلاميذ حيث تم التوجه إلى التواقم التدريسية بهذا الخصوص نحن مبسطين في افتتاح المدرسة لقينا أصدقائنا ومعلمين ومعلماتنا وبتمنى أن نرجع كل المادة الخسرناها في السنتين الماضيات افتتاح المدرسة كان مميز وشفنا أصدقائنا ومعلمين واكتمل الجزء الثاني وانبسطنا وكان في مادة كثير ضيئة علينا والسنة رح نرجحها بإذن الله نحو مائة وسبعة آلاف تلميذ يدرسون من مرحلة الجيل الغد وحتى الثانوية في مدارس النقاب في مائة وعشر مدارس ابتدائية وست واربعين مدرسة اعدادية وثانوية وسبعمائة واربع وسبعين روضة أطفال ولكن فرحة نحو ألف وخمسمائة تلميذ من قرية أنبطين لم تكتمل بسبب إعلان وزارة التربية أن عليهم التعلم عن بعد بسبب تفشي كورونا في القرية